السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم يوم سعيد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم مملحات بمكونات جد جد بسيطة نتوفرها في كل بيت كي جمهوين مقرمشين وبنان اذا نبقوا معي باش نتعرفوا على مقادير وصفة اليوم اذا المكونات اللي غادي نحتاجوا في هاد الوصفة غادي نحتاجوا ان شاء الله جوج كؤوس ميناء الدقيق الابيض هنجمعهم بكاس ميناء الماء بالنسبة للدقيق والماء هني الماء غادي نشوفوا الكمية اللي غادي تكفينا حسب نوعية الدقيق غا نحتاجوا ملعقة ملح جبن وملعقة كبيرة من زيت النباتي بالنسبة للملح هنه كتبقى حسب الرغبة وما نحاول وما نكترش منها لانا عندنا الجبن مالح فبالتالي ما افضل نقصه من الملحة دان في ايناء انا غادي نوضع جوج كؤوس من الدقيق الابيض نضيف لها ملعقة صغيرة من الملح ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي نضيف ملعقة كمية ملعقة كمية ثم نضيف ملعقة كميت ثم نضيف ملعقة كميت نضيف الماء بشوية بشوية نضيف الماء بشوية بشوية حتى يجمع العجين نضيف العجين اللين نستمر نضيف الماء بشوية نضيف سطح الكضر ومث abbiamo %. نزيد نرشه بقليل من الماء كل ما رشنا بشوية بشوية كي يسهل علينا العمال وكتنجح معنا الوصفة نحاول ندلكه مزيان كلنا نعرف أن العجين كل ما تزدلك مزيان ومدة أطول كل ما يأتي أفضل من بعد ما نجمع العجين سنجعله يرتاح واحد من نصف ساعة بعد نصف ساعة نرشه سطح العمل إما بالدقيق أو بالناشا حسب المتوفر ونقوم بسطوء بالمدلك نحاول ندلكه حتى نحصل على واحد العجين رقيق جدا كل ما رققنا كل ما يأتي أفضل ونقوم بسطوء بالمدلك ونقوم بسطوء بالمدلك ونقوم بسطوء بالمدلك بعد ذلك أبسط العجين سنضهن بسطوء بالمدلك نحاول هنا جيدا ما ننساش الأطراف من بعد غادي نرشو بالتقيق أو النشا نحاول نطويه للنصف ثم الطرف الآخر نحاول نطويه للنصف نعود ندهن الزبدة نرش العجين بالتقيق نعود نطويه ندهن الزبدة ندهن الزبدة ندهن الزبدة ننجح نرشه بالتقيق ومن بعد غادي نطويه كما نطويه للملوي كل ما طويناها أكثر يجي معنا تنجح معنا الوصفة اليوم نستمر ترتاح 5 دقائق في طلاجة ونجدها من جديد 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 ثم نأخذ ثلاث حبات من الجبن أو ثلاث قطاع من الجبن ونجدها في النصف نجدها من جديد ونجدها من جديد ونجدها بالعجين ونطهر هنا ممكن تستعملوا أي نوعية من الجبن لا يمكن تستعملوا هذا الجبن المثلت ممكن تستعملوا جبن مربع أو غيره نغطي الجبن ونضغط عليها قليلا خصوصا الأطراف لا تستعملوا جبن نستمر في بسط العجين نقطع مربعات صغيرة هنا يبقى لكم الاختيار ممكن تقطعهم ثلاثات أو مربعات أو مستطيل أو تستعملوا طابع نقطع شرائط ثم نقطع بالعكس حتى الحصول على مربعات صغيرة نضعها في الصينية نضعها في الفرن نقطع مربعات صغيرة نقطع مربعات صغيرة ثم نقطع مربعات صغيرة نقطع مربعات صغيرة سنستمر ومن بعد سنطلقع لكي نرى الشكل النهائي للمملحات اليوم وكان هذا هو الشكل النهائي للمملحات اليوم تجدون خميرة ومربعات طابع بسطينة مكونات جد بسيطة يجدون منفقين مقرمشين مهوين من الداخل نتمنى تكون نالت الإعجاب لكم لا تبخلوا على التعليقات وباللايكات ما تنسوش تفعلوا الجرس بيش يتوصلوا بكل جديد دمتم في رعاية الله وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله شكرا